أكتر في الحتة دي ولا الرجال أه ستات على حسب اللي أنا بشوفه يعني أنا مش كل المعالجين يعني بس أنا بتكلم من خلال خبرتي لأستات أكتر طبعا طيب دكتور فادي ناس كتير بتلجأ لفكرة العمليات كحل سريع ولا يعبق بأي أثار جانبية ممكن تحصل بعد كده بيقول أنا فشلت قبل كده في الرجيم كتير جدا وخلاص أنا زايد مثلا 30-40 كيلو عن وزني المثالي زي ما الكتاب بيقول يعني فأنا هروح بقى أعمل عملية كده وممكن أنزل بشكل أكتر ما أنا عايز فهنا هدخل برضو في نفس القصة يعني أنا كنت متضايق جدا من وزني الزايد دخلت في قصة تانية زعلان جدا على نفسي لوزني اللي بقى أولي اللي بقى شكلي هزيل فأنا برضو اتحولت من النقيد للنقيد عن طريق إجراء أنا ما كنتش عارف عواقبه ممكن يكون شكلها إزاي هنا دور الجراح الأمين إن الجراح يشرح وأنا إيه الإجراء اللي هيتاخد وإيه الإجراء اللي هيتعمل وإيه تبعيات الإجراء ده دي نقطة نقطة تانية لازم يبقى عارف وده خلاص دلوقتي كل الجراحين بقت بتقولوا وكمان في منهم بقى جزء من فريق الشغل بتاعهم وفريق العمل دكتور تغذية إن مش معنى إنك عملت عملية إنك مش هتعمل نظام غذائي أنت هتعمل نظام غذائي بس النظام وواصفاته مختلفة وبساطة يعني زمان لما كان يجي لي مريد ما بعد عملية كنت أقول له أنا عارف إن أنت مش طيقني وزعلان جدا إن أنت جيت لي تاني يقول لي آه فعلا لأنه هو كان واخد قرار الجراحة ومحدش قال له إنك يا حبيبي بعد ما تعمل العملية نعملها وانساك نقطة آه خلاص ده أنا مش عايزة أشوفك تاني لأ نفسه وده للأسف بقى بيحصل إن المريد بعد ما بيخس يا إما بيخس بضعف وهزال فمحتاج نظام غذائي وفيه ناس الدكتور بتخس زيادة عن اللزوم يا إما فيه ناس بتخس زيادة عن اللزوم قوي فبيدخلوا في مضاعفات نقص الوزن يا إما بعد ما بيخسوا بيرجعوا يتخنوا تاني فلما يرجع للجراح يقولوا لا ده أنت لازم تعمل دايت مرة تانية أو ترجع للدكتور التغذية تاني كلام ده من زمان كان ما بيتقلش دلوقتي خلاص كل الجراحين بيقولوا لازم تبقى عارف إنك هتعمل نظام هنا بقى المريد اللي بيختار هل أنا واخد قرار العملية عشان يزقني أو يديني بوش مثلا أول 30-40 كيلو لو هو مثلا وزنه 150 يوصله للمية أو المية وعشرة وبعد كده يكمل مع نظام الأكل ولا لا أنا هجرب للمرة التانية أو للمرة الأخيرة إن أنا أعمل دايت خلاص دلوقتي الناس بقت كلها عارفة والدكاترة بتتكلم ببنتها الأمانة والوضوح زيما كانوا يا إما مش عارفين يا إما بيبقوا لسه مش عايزين العيان يخاف من قرار الجراحة لكن دلوقتي الاختيار واضح معروف إنك بعد العملية لازم هتعمل نظام غزائي معروف إنك هلازم هتتابع مع نظام تغزائي أي إن كان هدفك فخلاص المريد بقى عارف وواعي وبياخد القرار على أرض صلبة طيب دكتور دايما الناس بتقول إن القرار قرار صعب جدا قرار إن أنت تعمل عملية هي عملية كبيرة مش سوية طبعا فأنت قلت لي على بدايل بالنسبة للناس اللي بتاكل كتير والناس اللي بتحب الحاجات الحلوة هل العملية دي لها بدايل علاجية عشان مرلاش هل في بعض الأدوية بدون ذكرى أسماءها طبعا ممكن ألجأ ليها وتكون سيفتي بالنسبة لي في بديل يعتبر العمليات اللي هي هالتكميم أو اللي هي بتشتغل على حجم المعدة مادة اسمها ليراجلوتايد أو ليراجلوتايد ومادة تانية اسمها سيماجلوتايد دي نوع من أنواع الحق اليومي شبه ألم الإنسولين كده بتتحقن كل يوم بجرعة محددة وبجرعة تصاعدية بتقلل من شعور الجوع بنسبة كبيرة جدا السيفتي أهم شيء السيفتي 100% واخداء FDA approval موجودة في الصيدليات موجودة في الدنيا كلها حتى الجيل الجديد منها اللي هي مش بتتحقن بجرعة يومية بقت بتتحقن بجرعة إسبوعية